في الحقيقة مهما كان منصبها سواء كانت عاملة دكتورة طبيبة مدرسة أو حتى وزيرة هتفضل الأم أم تستحق مننا كل التقدير والعرفان وزي ما شفنا مبارح وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أسماء 36 أم مثالية للاحتفاء بها كأم مثالية على مستوى الجمهورية تقديرا وعرفانا للجهود اللي قدمتها خلال رحلة حياتها لكن احنا هنا في صباح الخير يا مصر قررنا لحنا نحتفل احتفال من نوع خاص بوزيرة هي أم قبل ما تكون وزيرة وهي معالي الوزيرة الدكتورة الأم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح الخير يا فن؟ صباح النور وكل سنة طيبين وسعيدة نكون موجودة معكم النهاردة كل سنة وكل أم في مصر طيبة ورائعة وجميلة وكل سنة ومش أم برضو جميلة لأن الأم سعد بقول هو روح مش بس أنه يكون عندها أولاد بس هي روح فعلا لكل أم صباح الخير معالي الوزيرة كل سنة وانت طيبة وعليك طيبة وإن شاء الله يا رب كده تبقى أمهات مصر كلها بسعادة وهنا النهار ده ان شاء الله كل يوم معالي الوزيرة يعني خلينا أقول لك أول ما قلت للناس معنا معالي الوزيرة نوجين القباج قالوا لي دي ماما يعني هما بيحسوا إحساس الأمومة في وش حضرتك ترجمة نانسي قنقر